طيب ليه أنا مهتم بالقصة يا جماعة مش بس على رأي زميلي وصديق العزيز رئيس تحريرنا الهمام الدكتور محمد تطحيونس قال لي خلفيتك اليسارية ضغط عليك المسألة صدقوني ما لاش أي علاقة بخلفيتي خالص ده المسألة مش خلفيتي اليسارية المسألة أنه أنا قلبي كله بل يكاد يكون دمي يساري ما في الماء لكن اللي أنا عايز أقولهك الأتي إحنا عندنا للأسف بعض التجار الكبار مش الزغيرين بيحتكروا السلع وبيعطشوا السوق وبيرفعوا السعر وبيهبطوا السعر براحتهم بيحصل؟ آه بيحصل ما إحنا لسه أفشين الناس بتاعة السكر وأفشين الناس بتاعة البصل إحنا هننكر واقع إزاي في حين أنه واقعا منشورا ما قدرش هنكره طيب طبي تسعيرات جبرية على نسق ستينيات القرن الماضي ما بقاش ينفع الزمن غير الزمن أدي واحد طب لو أنا طبقتها في نفس دات الزمن الحالي اللي هيحصل إنه تطبيق سلعة جبرية يساوي إعاة التسعير الجبرية يساوي إعاة طول خلق السوق موازع على طول صح؟ صح إلا في حالة واحدة اللي يغلط يتكلبش يتكلبش مش من لازم يتقبض عليه أقصى عقوبة في القانون إيه أظن بتوصل لحوالي 2 مليون جنيه لو في حالة محل يعني أظن السلسل الكبرى بتبقى أكتر من كده أنا عايز أقولك إنه فيه سلسلة من السلسل الكبرى عالمياً وعربياً اتقفى شوف كينيا خد بالك بقى بسبب الاحتكار اتحط عليه غرامة كام سبع مليون دولار دور ورايا من غير ما أقولك اسم السلسلة إنه كان بيتلعب بأسعار السوق على مزاجه جماعة الكينيين رحوا عاملين إيه مغرامينه 7 مليون دولار وش ده على طول رح مسلم إيده ورفع إيده أنا آسف أنا عايز أشوف الكلام ده هنا أتمنى إنه أصلاً محدش يعمل الحركة دي محدش لا يحتكر ولا يتلعب بالأسعار ولا يخز بضاعة ولا يعطش سوء لكن إذا عمل طب والتجر الزغير اللي بيبيع بمزاجه ما عنديش هي سعرها كده خصوصاً إنه أنا على ما أنتظر البضاعة الجديدة اللي هتنزل السوق بسعرها المطبوع دي لسه فيها شوية ده معناه إنه إحنا منتظرين الآلية والضوابة اللي هيعلنها معالي وزير التموين الدكتور عليم صلح الصبح حلو؟ طيب وأنتظر بعدها بأيام من قليلة إن لم تكن سويعات الحدود السعرية بتاعت كل سلعة طبعاً كله هيروح ضرب الحد الأقصى يعني سبنا إنه إحنا هنقوله السعر مثلاً من خمسة وعشرين لسبعة وعشرين كله هيحط السبعة وعشرين ماشي الحال ماشي بس إلى أني أطبع على العبوات يحلها مليون حلال أنا عايز من بكرة خشيتي بقى الرئيسية اللي أنا كنت لسه مصالح بها سات المستشار لأ هو أنا عايز المحافظين ينزلوا كل يوم أيوة أنا عايز عشان أنا أنا مواطن يتحدث عن مصالح الناس شغلتي ما أنا لو وقف هنا وما تكلمتش على حياتك اليومية ومصلحتك أبقى ما استحقش الوقفة دي صح؟ صح طيب زي ما بيقولك اللي حصل في مصر والله العظيم ثلاثة فوق الخيال والله 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 أمام ربنا سبحانه وتعالى اللي حصل في مصر في التسع سنين دول فوق الخيال وما فيش واحد فينا في المية وخمسة مليون مواطن كان يتخيل أنه ده هيحصل مش هقولك يتخيل أنه يحصل في عشرين سنة أو والله العظيم فتعمل في تسع سنين لكن في حاجات كده نسميها الفاين تيونيج الضبط الدقيق الضبط الدقيق اللي هو متعلق بحياة المواطنين يوميا أنا أنتظر يعني يمكن زي ما قال سادة المستشار قال وممكن خلال أيام قادمة أو أسابيع قادمة نضيف مجموعة من السلع والمنتجات أنا أدعو مش هقول لازم وأسر في النهاية الوزارة مشكلة لجنة عليا تحت رئاسة رئيس مجلس وزراء مصر يا جماعة أنا أتمنى منتجات الألبان محليات الصنع تتحط في القرار أتمنى أن البيض تحديدا يتحط في القرار ده لو ما حطناش كل منتجات الدواج أتمنى أن اللحوم تتحط جوه القرار لحد اللحظة دي أسعار اللحوم في هسميها إيه هسميها الحزام الريفي كانت زي ما الحزام الريفي ما بقتش لكن حتى زي ما كنت بقولك الوراء مثلا نحية شبرة الخيم مثلا أنا مش هقولك بني سوف ولا هقولك في قلب الماء اليوبية وبعض الأحياء داخل القاهرة نفسها بتتباع فيها اللحمة بأسعار أقل من الثلتمائة جنيه بثلتمائة وخمسين وثلتمائة وستين وثلتمائة وسبعين الله يعني سعر اللحمة كده أم قال اللحمة اللي تبتباع بثلتمائة وخمسين ورابعمية دي ليه ليه طيب الأسماك أنا عندي أسماك بتاعتي أنا محليا بعملها عندي في المزارع بتاعتي وده جزء من الحاجات اللي كنا فعلا بنحلم بيها لعقود لازم أصبت السعر بتاعها يبقى السعر بتاعها زي السعر اللي بتتباع بيه في المنافذ مثلا بتاعت قوات المسلحة وشركة وطنية فأنا عايز السوق يشتغل على نفس السعر فإن لم يكن لما تزود عشر جنيه على الكيلو حاجة ولما تزود خمسين جنيه ومية جنيه على الكيلو حاجة تانية إزاي يعني محدش يقولي دي تكلفة النقل ومصاريف التشغيل محدش يقولي الكلام ده عشان ده كلام مش واقع ومسليم وعيب وما يصحش تاني زي اللي حصل في مصر فعلا في التسع سنين فوق خيالنا وطموحاتنا بكتير لأنه أقصى الطموحات كنا بنحلم بحاجة من الحاجات اللي اتعملت إنه إن شاء الله يمكن بعد خمستاشر عشرين سنة هنوصل لكذا كنا بنقول كده في المقالات المنشورة في الجرايد لا ده مش في الجرايد المعارضة ده في الجرايد المعارضة والجرايد الخاصة وبعض الجرايد اللي كان القومية أنا لكن كمان لازم ناخد بالنا من الحاجات اللي زي كده يا جماعة للمرة التسعة ألف والله العظيم لو المحافظين نزلوا بربطة المعلم يماتي كل يوم في مدينة شكل وبشكل إيه عشوائي وغير مرتب انزل القرية دي الكفر ده المدينة دي المركز ده إلي آخره هتلاقي السوق الزبط واحدة ضرب ضربة صحة علشان مفتاري وبيستغل احتياج الناس ولقى نفسه لابس الغرامة المزبوط ولقى نفسه مخزانه متصادر ميت فل قولوا أمير